سلام عليكم سمعنا يا شباب سمعنا يا شباب درسنا اللكشورة السابقة ايه هي اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نعمل او نقيس ضقة الهايبوسيز بتاعتي او الموديل بتاعي اللي احنا طلعناه من الماشين ليرننج الجوريزم. فزي ما اتفقنا دايما بيكون عندي تليننج داتا سيت. بتمثلي معينة. وبستخدم معها الماشين ليرننج الجوريزم. الماشين ليرننج الجوريزم ده بيتعلم على التليننج سيت. عشان اكون الهايبوسيز موديل. او نسميه الماشين ليرننج موديل. والهدف ان احنا عايزين نقيس اداء الهايبوسيز بتاعتي. لما يكون عندي ديتا هو متعلمش عليها. فبعرضه لانسين ديتا. اللي احنا نسميها تيستنج ديتا. ونقيس اداءه بناء على البيفورمانس بتاعه على التست ديتا. واتفقنا ان في حالة الكلاسفيكيشن بي عندنا خمس مقاييس او نقدر نقيس بهم دقة الموديل بتاعي اللي احنا درسناهم الليكشور السابقة اللي هم كانوا الكلاسفيكيشن ريت. والايرور ريت. او نسميها الميس كلاسفيكيشن ريت. والبريسيشن. والريقول. والف سكور او الف ميجور. وبالتالي ايه اللي احنا نتعلمنا لحد دلوقتي. اتعلمنا. ايه اللي احنا نتعلم لحد دلوقتي شباب? اتعلمنا ازاي ان احنا نخلي الماشين تتعلم. ده اللي احنا نتعلم لحد دلوقتي. هاو كان ماشين لغ. ده اللي احنا نتعلم لحد دلوقتي. ازاي ان احنا نخلي الماشين تتعلم. يا شباب? هاو وي كان باستخدام نعم باستخدام احد خواليزمية المشين ليرنينج لحد دوقتي درسنا اقزامز عليها اللي هو و كذلك اتعلمنا بعض التكنيكس المهمة زي عشان نخلي اداء الجزمية بتاعنا مشاكل كويس و ده كنا بنخليهم تعلموا باستخدام وعرفنا ان احنا عندنا كان واحدة فيهم في حالة اللي هي كونا بسميها و اكتشفنا ان ما بتشتغلش كويس في اللوجيستيك فا اه اتعرضنا الفونكشن تانية اللي بسميها وبالتالي و كذلك تعلمنا زي ان احنا نقيس اداء هيبوس بتاعتنا في حالة الكلاس فوكيشن وبالتالي ايه اللي احنا اتعلمناها دلوقتي اتعلمنا ازاي نحنا نخلي المشين تتعلم ولكن ممكن طالب يقول لي يا دقيه طب لو انا الدقة بتاعت الميجر بتاعتي بتاعت هايبوسز بتاعتي باستخدام الميجر لو ان استخدامت الميجر او اكتر من ميجر عشان ايز بيه اداء اللي هيبوسز بتاعتي واكتشفت ان البيفورمانس بتاعها مش كويس اعمل ايه في الحالة دي يبقى احنا محتاجين نتعلم حاجة جديدة ايه الحاجة نحنا محتاجين نتعلم هاد الوقتي محتاجين نتعلم هاو وي كان ماشين ليرن بيتر ده اللي احنا عايزين نتعلمه بقى مش بس ان احنا خليها تتعلم لا ده احنا عايزين نخليها تتعلم بشكل افضل طيب عشان اخليها تتعلم بشكل افضل يبقى لازم اعرف ايه اللي مخليها تتعلم بشكل مش كويس ايه اللي بيخلي بتاعها مش كويس ده اللي محتاجين نفهمه عشان احنا لو فهمنا ايه اللي بيخلي المشين بتاعتنا ما بتتعلمش بشكل كويس? احاول احل المشاكل دي. فخليها تتعلم بشكل كويس. اللي بيخلي بتاعتك ما تتعلمش بشكل كويس? هو مشكلتين. مشكلة بنسميها والمشكلة التانية بنسميها طب ايه هو يا دكتور ويه هو تعال نفهم مع بعضينا ايه هو ويه هو خلينا نفتكل مع بعضينا الدياتا سيت اللي بتاعت الهاوس برايس 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 بننموز برمز وي. وبالتالي بيبقى عندي مجموعة من بتاع كل هاوس والسعر المقابل لكل سايز. لو احنا اخدنا دي مسلا ورسمناها وكان شكلها اللي هو باللون الاحمر ده. يبقى ازا البروت اللي قدامي ده ده بيمثل لي في المحاضرة دي هننموز لها باللون الغد يعني هننمز لكل باللون اكس باللون الاحمر. والتست هنمز لبالليون بنفسيه. ولما تشوف اللون الاحمر ده معناها توشفت اللون يعني اول ما تشوف احمر ده معناها لو شفتها مرسوها ده معناها توشت في المحاضرة بتاعتي النهاردة يعني احنا اللي احنا بنقوله ده في محاضرة النهاردة. طيب وبالتالي ده لهاوس برايس بريدكشن ديتا سيت. طيب. دي بتتكون من كم فيتشور? تكون من كم فيتشور? من فيتشور واحدة بقى فقط اليمين اللي هي الاكس. طيب. لو سألتك ايه المشين الالجوريزم اللي ممكن تستخدمه عشان يتعلم على ديتا سيت دي? هتقول لي اه ده ديتا سيت بتكون من فتشور واحدة فقط بها اكس اللي هو السايز. ممكن نستخدم طب ايه شكل هتقول لي ده في تمام? طب ازاي نخلي يتعلم على اللي قدامنا دي. هتقول لي هتبق عشان يتعلم على ديتا سيت دي. عشان يجيب لي افضل قيم للدابليو والبي. طب بعد ما حضرتك طبقت عشان تجيب افضل قيم للدابليو والبي. اكتشفت ان ده شكل الهايبوسوسيس. ان ده شكل الهايبوسوسيس. بعد ما علمت السيمبل ونجيبت افضل قيم للدابليو والبي. هنا لو انا سألتك اقولتلك تعال نشوف الارور في الترينج احنا انتفقنا ان اكزامبلز باللون الاحمر دي بتاعة الترينج ديتا سيت. طب الارور هنا في حالة الترينج. عالي ولا قليل هتقول لي اه ده المسافة العمودية دي اهه. ده الارور. وده الارور. وده الارور. وده الارور. وده الارور. هنا عالي. يبقى اذا لو لو لقيت الارور. ترينج. اكزامبلز. يعني هاي. طالما الارور في الترينج اكزامبلز عالي. يبقى لو خدنا تستينج اكزامبلز. الارور فيها يكون ايه يا شباب. التستينج اكزامبلز. اتفعنا ان الاكسيات اللي بالليون الازرق ده بمثل الارور اها. واد الارور اها. واد الارور اها. واد الارور اها. فايضا الارور في التستينج اكزامبلز عالي. طيب لما تلاقي الارور لترينينج إجزامبل عالي نحن نقيت الكوست فونكشن بتاعة الإيرور بتاعة الترينينج عالي وكذلك لاي الإيرور للتستينج إجزامبلز عالي يبقى الجير للتستينج عالي يبقى إزا الإيرور للترينينج مرتفع والإيرور للتستينج مرتفع الحالة دي بنسميها الـ Underfitting الحالة دي نسميها إيه؟ بنسميها الـ Underfitting يبقى لو أنت عندك الـ Hypothesis الإيرور بتاعة الترينينج مرتفع والإيرور بتاعة التستينج مرتفع دي بنسميها حالة الـ Underfitting وبنقول أن الإيروريزمي بتاعنا أو الـ Hypothesis بتاعتنا هاي بايز بنقول عليها إيه؟ بنقول عليها هاي بايز طيب بالتالي لو أنا عندي Hypothesis أو بنسميها هاي بايز طيب هتلاحز هنا أن الـ Hypothesis دي مكونة من كان فيتشور الـ Hypothesis دي بتحتاجها على فيتشور واحدة فقط اللي هو السايز اللي هي الإكس طيب واحد يقول لي يا دكتور أنت علمتنا إنه ممكن عشان أحسن الأرور إن أنا أعمل فيتشور إنجينيرينج فحاول إن أنا أوجد فيتشورز جديدة مش موجودة عندي في ديتا سيت أو له مزبوط هايقول له طيب أنا هحاول بدلا ما كان عندي إن الـ Hypothesis بتاعتي في الـ X فقط لا هخلي الـ Hypothesis بتاعتي بالشكل ده W1 X plus W2 X square plus B هو هنا عمل إيه؟ جاب فيتشور جديدة باستخدام فيتشور آآ فيتشور إنجينيرينج اسمها X square طيب وهيشغل بحيث إنه يتعلم من الترينينج ديتا دي ممتاز طيب بعد ما شغلت الترينينج عشان يتعلم من الترينينج ديتا دي وجبنا أفضل قيم لـ W1 و W2B تعال نرسمها فقد أن إحنا رسمناها لأنها بالشكل ده آآ ممتاز جدا هنا إيه اللي حصل لشباب الأرور بتاع هنا للترينينج ست ما لو إيه اللي بتاع ترينج ست أنا ما لو هتقول لي قليل لو صح؟ طيب لو إحنا مثلا ضفنا قليل جدا ممتاز طيب لو إحنا مثلا شوفنا التستينج ست لو إحنا شوفنا التستينج ست التستينج ست برضو هتقول لي الأرور أفضل من اللي فات يعني أدي الأرور أهو وأدي الأرور وأدي الأرور وأدي الأرور الأرور هنا مقبول لو لقيت لو لقيت أن الأرور هو الترينج ست ومنخفض والأرور منخفض ومقبول لو الأرور بطاة وقت منخفض يعني برضو له الحالة دي بنقول ان الهايبوسيس الست بتاعتنا او الموديل بتاعنا بيمثل حالة الجينراليزيشن ودي الحالة اللي احنا عايزينها عايزين لهايبوسيس بتاعتنا بتجينراليز والجينراليز وبدأ الهدف بتاعنا الهدف بتاعنا ان احنا عايزين ان احنا نخلي دايما الهايبوسيس بتاعتنا بتعمل لكل من والتيستينج داتا سيت اوكي طيب ايه اللي حصل هنا شباب اللي حصل ايه اللي حصل هنا اللي حصل ان انا هنا كان عندي لنيار موديل. فيه واحدة. ولما زودنا وزودنا كمان. اللي هي فاصبع عندي هنا اكس واكس سكوير. ولما زودنا كمان. حصلنا على حالة مين? حصلنا على حالة. طب هيجي واحد تاني يقول لي دكتور طب ما انا ممكن ازود كمان عشان احسن الدقة. هنقول له تعالى نجرب. هنا احنا كان عندنا اكس واكس سكوير. طب ما تيجي نزود اتنين كمان. يعني خلي مسلا بتاعتنا في شكل واي هات اكوال دابليو وان اكس بلس دابليو اكس سكوير. بلاس دابليو سري. اكس كيوب. بلاس دابليو فور. اكس باور فور. بلاس البي. هنا احنا عملنا ايه? احنا عندنا فيتشر واحدة فقط طلعنا منها تلاتة فيتشر. ديه الاكس سكوير والاكس كيوب والاكس فور فور. هنشغل الجريدينت السنت الاجوريزم عشان يتعلم على الترينينج ديتا ست دي. افترض انه احنا بعد ما شغلنا الجريدينت السنت وجبنا احسن قيم للدابليو. وان والدابليو والدابليو سري والبي اللي بتخليه ورسمناها حصلنا على الهايبوسيس دي. يبقى الهايبوسيس دي ايه اللي هتلاحظوا هنا? ايه اللي هتلاحظوا هنا يا شباب? هتلاقي هنا ان الارور بتاع الترينينج داتا ست مالو تقريبا بيقول الى الزيرو. طيب لو احنا زودنا تستنج ديتا. لو زودنا تستنج ديتا هتلاقي هنا بص شايف كده? الارور اكبر الارور كبير جدا. تمام? هتلاقي هنا ايه? الارور الارور كبير جدا. فهذه الارور طبعا مش يعني عشان برسم بيدي فمش جايب الزبط. الارور كبير جدا. شايفين يا شباب? فهنا يبقى ازا الارور بتاع التستنج ايه. او ايه. او اول ما تلاقي الارور بتاع الترينينج داتا ست كبير جدا. الارور بتاع الترينينج داتا ست صغير جدا. والارور بتاع التستنج داتا ست كبير جدا. في الحالة دي بنقول ان الهايبوسيز بتاعتنا بتعاني من مشكلة في الحالة دي بنقول ان الهايبوسيز بتاعتنا ما لها بتعاني من مشكلة او هاي باريانس او يا شباب هاي باريانس احنا فهمنا يعني ايه ويعني ايه ويعني ايه ويعني ايه السلايد دي بتلخص للتلات حالات دي وخلينا نراجع عليهم كويس عشان نبنى عليهم ونشوف ازاي هنحل مشكلة وازاي ان احنا نحل مشكلة خلينا الاول ناخد الحالة دي الحالة دي الهايبوسيز فيها كم فيتشر فيها فيتشر واحدة فقط صح؟ بالنمبر وفيتشرز واحدة فقط طيب الديجري بتاعت البنانوميال دي الديجري بتاعتها بكم؟ الديجري بتاعتها بكم يا شباب برافو عليك برافو عليك روجينا بتقول الديجري بتاعتها بواحد بوان بالزبط ليه؟ لان ده معادلة معادلة خط مستقيم برافو عليك وبالتالي احنا عارفين معادلة برافو عليك برافو عليك برافو عليك برافو عليك برافو عليك برافو عليك تمام؟ طيب ازا لو انا عندي عدد الفيتشرز لو انا عندي عدد الفيتشرز قليل يعني هناك عدد الفيتشرز بكم؟ عدد الفيتشرز بوان النمبر الفيتشرز بوان يبقى لما يكون عندي عدد الفيتشرز وقليل بحسوا عمشكلة الاندرفيتينج او اللي بنسميها الهاي بايس طيب تعاني شوف الحالة دي في الحالة دي عدد الفيتشرز هنا كام؟ هادي اكس اكس سكويل اكس كيوب اكس فور يبقى النمبر الفيتشرز بكم شباب؟ النمبر الفيتشرز فور طيب الديجري بتاعة البيانوميا اللي هنا بكم؟ طبعا زي ما تعلمنا في الميسماتيكس ان الديجري بتاعة البيانوميا اللي هو اعلى باور اعلى باور هنا بكم؟ بفور يبدي هنا بفور طيب وبالتالي يمكن عندك عدد كبير جدا من الفيتشرز الحالة دي كنا نسميها حالة ايه؟ حالة الاوفرفيتنج ليه؟ لان هنا الارور بتاع التيرين بيكون اقل ما يمكن ولكن الارور بتاع التيرين بيكون اعلى ما يمكن وفي الحالة دي بتسميها الاوفرفيتنج او ال الاوفرفيتنج طب تعال نشوف الحالة في النص هنا عدد الفيتشرز كام؟ هنا عدد الفيتشرز number of فيتشرز بالزبط كده برافو عليك يا روجين باتنين هدي عندي الاكس والاكس سكوير طب الدكريب تاعت البيونوميال بكم؟ الدكريب تاعت البيونوميال اتفاقنا ان في البيونوميال زي ما تعلمنا في المنصماتيكس اللي هو اعلى باور اللي هو بتو في الحالة دي لو انا عندي عدد معقول من الفيتشرز لو انا عندي عدد معقول من الفيتشرز لهو كبير ولهو صغير في الحالة دي هنحصل على حالة ايه تمام? يبقى ازا تلخيصا الكلام ده نركز مع بعضين بقى عشان نفهم ايه الحكاية بالزبط عشان نقدر نبنى عليها بشكل مزبوط. يبقى انا لو عندي عدد قليل يعني يعني تاعت البرمية قليلة في الحالة دي بحصل على لو انا عندي عدد كبير قوي في الحالة دي تاعت البرمية بكون كبيرة هحصل على لو انا عندي عدد معقول هحصل على خلينا نرسم كيرف بين الارر اللي هو بنمثله فيه بتاع الترينينج داتا سيت والتستينج داتا سيت والدجريب بتاع البرمية. يبقى ازا هنا المحور الرأسي البرمية هو عبارة عن الارر بتاعي. والدجريب بتاع البرمية اللي هو دي اللي هو بيمثل لي يا شباب. طاحز هنا لما كان عدد الفيتشر كم؟ الدجريب الكام؟ دجريب الكام؟ المحور افكه ده، ممكن تسامي ايه؟ ال number of features. ركز معي. احنا اتفقنا. لو كان عدد الفيترز قليل. بنحصل على على اندر فيتنج. طيب. هنا هنلاحظ لما كون من الكيرف ده. لما كون عدد الفيترز قليل يعني هنا مسلا هذا عدد الفيترز هنا او البنوميال هنا قليل مسلا من ديجي وان مسلا هنا. فهنا ال error بتاع الماله. ال error بتاع المرتفع. وال error بتاع ماله مرتفع برضو. يبقى دي حالة مين? دي حالة ال under fitting. اوكي. طيب كل ما نزود. كل ما نزود عدد الفيترز. يعني بنزود الدجري بتاع تبينوميال. ايه اللي بيحصل? ال error pl. بتاع training examples. وال error pl بتاع testing examples. حلو جدا. يبقى من هنا. هكتبها بعربها. كل ما نزود عدد الفيترز. ايه اللي بيحصل? ايه اللي بيحصل? بنتغلب على مشكلة ال under fitting. بنتغلب على مشكلة مين? ال under fitting. يبقى. يبقى نحل. يبقى بنمنع مين? بنمنع. ال under fitting. يبقى انت ال high pushes بتاعتك. لو بتعاني من مشكلة ال under fitting. تعمل ايه? زود عدد الفيترز. باستخدام الفيترر انجينيرينج. اكي? بعرفنا ازاي نحل مشكلة ال under fitting? بعرفنا ازاي نحل مشكلة ال under fitting? انا يا شباب? عرفنا ازاي بنحل مشكلة ال under fitting? ولا حد عنده استفصال فيها? ممتاز. طيب. ال under fitting بيوصل عند مرحلة معينة. ال under fitting. بيوصل حد مرحلة معينة. بعدين ايه اللي بيحصل? اللي بيحصل. كل ما زود عدد كمان. كل ما زود عدد كمان. ما زال بيقل. ولكن التستنج ايه اللي بيحصل له ايه? بيزيد. يبقى بتبدأ هنا مرحلة تبدأ مرحلة مين? ال over fitting. وكل يبقى بتالي كل ما زود عدد ال over fitting بيحصل له ايه? بيزيد. اوكي? طب. يبقى ازاي احنا هنا. الجزء ده. ده جزء under fitting. والجزء ده جزء over fitting. وفي نقطة معينة. اللي دي بنسميها ايه? بالتالي الكيرف ده بيقول لي ايه? الكيرف ده بيقول لي. ان الجزء ده جزء under fitting. وان ال under fitting بيقل كل ما زود عدد الفيتشورز. الحد ما وصل لنقطة معينة لها. دي مرحلة يبقى ده under fitting. وده وده. عشان احل مشكلة ال under fitting زود لعدد الفيتشورز. بس خلي بالك زودها لحد ما توصل للجنراليزيشن. لان اي زيادة بعد كده هتعمل لك over fitting. طيب. كده هتعلمنا ازاي نحل مشكلة ال under fitting. طيب. لو انا يا دكتور لقيت. عندي مشكلة احلها ازاي? اللي هي المشكلة دي. دي مشكلة ال over fitting. احلها ازاي? طب. عشان نحاول نمنع في ال هيبوسز بتاعتي. في تلات طرق. في تلات طرق. تعني دلسهم بالتفصيل. طيب. هنا ده ال example ده بيوضح لك. ال under fitting وال over fitting في. يعني مسلا هنا. في عندي مجموعة من اللي هي باللون الاحمر بتمسيلي وان. ومجموعة من اللي هي باللون ازاي بتمسيلي. فلو احنا نستخدم مسلا. simple model بالشكل ده. come to features. هحصل على خط مستقيم. فهطلع زينا ان ال error بتاع الترينينج هو قليل. وكذلك ال error بتاع الترينينج. اه سوري ال error بتاع الترينينج كبير. هنا ال error بتاع الترينينج. كبير. وبالتالي ال error بتاع الترينينج جماله. لو احنا نضيفنا ترينينج زينا بلزا هكون كبير. تمام? في الحالة دي بنسميها مين? بنسميها. اوبر فيتنج بنسميها ايه؟ مرحلة ال اوبر فيتنج. تمام? او بنسميها اه سوري الاندرفيتنج محالة الاندرفيتنج. او بنسميها هاي بايس. هاي بايس. تمام? طيب لو احنا مسلا عقدنا الموديل شوية وزودنا كمان. لو زودنا مجموع من بدلا ما كان اكس وان و اكس تو. لأ زودنا مسلا اكس وان سكوير اكس وان طايم اكس تو. فلاحظ هنا ان احنا جبنا اه اه افضل وبالتالي الارور بتاع الترينينج ماله هنا هيكون لو. كذلك متوقع هيكون الارور بتاع التستنج ايضا لو. في الحالة دي نسميها حالة الاندارات ايه. وهذه مساميها حالة ايه؟ الاندارات ايه هو الحالة يحنا احنا عايزين. طيب لو حدنا وزودنا كمان. عادنا نزود فيتشورز بالشكل ده. شايفين هنا حد اخدت عدد فيتشورز كبير لما اخترت فيتشورز كبير ايه اللي بيحصل اركز معي هنا. اصلاح انه تقريبا بيمر على كل الترينينج اكسامبلز. وان هنا الانبعاجات الانبعاجات بتاعت الكيرف بتكون عنيفة مقارنة بالجيناليزيشن هنا تلاحظ ان الانبعاجات بتاعتك بسيطة لكن هنا الانبعاجات عالية جدا شايف الانبعاجات الانبعاجات بتاع الكيرف فيه قوية تمام وده اللي بيسبب لك الاوفر فيتنج لانك انت بتحاول تتعلم على كل بحيث تخلي الانبعاجات زيرو فهنا بيخلي الكيرف بتاع الانبعاجات فيه قوية فهنا نفس الكلام برضو نفس القصة في الكلاسيفيكيشن ان كنت كل ما تزود عدد بتحل مشكلة لحد ما توصل لمرحلة معينة هتتحول الى مشكلة فتعلمنا ان احنا عشان نحل مشكلة ان احنا بنزود عدد لكن عايزين نعرف لو انا بتاعتي فيها ازاي احل مشكلة تعال نتعلم مع بعضينا ازاي نحل مشكلة في عندي طلع طرق عشان احل بهم مشكلة اول طريقة ان احنا بنحاول نزود عدد ازاي يا دكتور تعال نمشي مع بعضينا ستيب باي ستيب احنا اتفقنا ان طالما الاكس باللون الاحمر دي بتمسي فهنفترض مثلا بتاعت الداتا سيت بتاعت بالشكل ده طيب لو احنا اخذنا مثلا الواي هات بيستغل مسلا دابليو وان اكس بلس دابليو تو اكس سكوير بلس دابليو سري اكس كيوب بلس دابليو فور اكس باور فور بلس بي فانا عندي كان فيتشورز كان فيتشورز هنا عندي اربعة. طيالي واضح جدا من الكيرفي هنا انه بيمر على كلهم. فالأرور بتاع الترين تقريبا يقول الى الزيرو. فده هيعملك طيب. خلي بالك هنا. شايف عدد عدد محدود صح? هنا عدد محدود. طيب لو انا زودت عدد شوية. لو انا زودت عدد شوية بالشكل ده مثلا. انتفقنا طالما ان انا زودت عدد غيرت في يبقى لازم اعيد يتعلم على الجديدة. يبقى يخلي الجديدة لنفس الهايبوسز دي. طيب هل الموديل ده هطلع لك? ولا الموديل اللي هطلع هيتعلم هيتطلع وفقا للديدة الجديدة دي. هيتلاقي طبعا الشكل وبيتغير يعني هنا كان فيه انبعاجات قوية جدا شايفها? هنا فيه قوية جدا. لكن طبعا لما تزود عدد هيخفف هيخفف دي. تمام? شايف عدد لما زودنا عدد خفف الفلاكشويشنز. خفف الانبعاجات اللي في الكيرف اللي عندك ده. اوكي? وبالتالي انا اتلاقي ان المدرب بتاعك حمل ايه? عمل عمل ايه? عمل احنا لما زودنا عدد حلينا مشكلة مين? حلينا مشكلة. ولكن واحد يسألني سؤال هل يا دكتور? لاي داتا سيت في الدنيا اقدر ازود عدد زي ما انا عايز? للاسف لا. مش دايما بنقدر نزود عدد زي ما احنا عايزين. احيانا بتكون محدودة. فمش بقدر اغير في فعدد ما اقدرش ازود عددها. مش بقدر ان انا ازود عددها. بالتالي احيانا الحل ده مقدرش استخدمه. بالتالي مقدرش في يعني في حالات مقدرش ان انا استخدم فيها الحل ده. طب ايه الحل التاني? ايه الحل التاني شباب? هي الحل التاني. اتفقنا. اتفقنا ان احنا اتفقنا ان احنا كل بالزبط برابع عليك يا روجينا. زي ما بتقول روجينا هنا. اتفقنا هنا لما يكون عندي الترين النمبر لو انا عندي في مشكلة ادي هنا مشكلة صح? هنا كده. هنا كده مشكلة صح? ده كل اتفقنا ان ده بيمسي لعدد صح? طب لو احنا كل ما نمشي من هنا ونقال للعدد الفيتشرز ايه اللي بيحصل? الوفا فيتنج بيفضل يقل لحد ما اوصل لمن? الببالتالي كل ما اقل لعادد الفيتشرز الوفا فيتنج بيفضل اللي 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 حد ما يوصل الى مين حد ما يوصل الى كي وبالتالي ممكن يكون ده حل ان انا اقعد اقلل عدد الفيتشورز فانا مسلا لو عندي ال الديتا سيت بتاعتنا انا متكلم عن هي هي الهاوس بايس بيتكشن هي اكس وان اكس تو اكس سري اكس فور اكس فايف لحد الفيتشور ننبر ان فانا لو عندي الديتا سيت بتاعتي فيها عدد كبير من الفيتشورز ولكن عدد اللي فيها قليل بحصل على ويكون عندي عدد كتير والترينينج اللي عندي قليلين بحصل على مشكلة طيب احلها ازاي لو انا قدرت ازود عدد الترينينج اجزامبلز دي يبا ساعتها هحل مشكلة الوفرفيتينج وهحصل على بتاعي طيب لو ما قدرتش لو ما قدرتش ازود عدد الترينينج اجزامبلز يبا هنروح للحل التاني ان احن نحاول نستبعد بعض الفيتشورز هنشيل بعض الفيتشورز يعني هنيجي على بعض الفيتشورز كده ونشيلها من الديتا سيت بتاعتي ما دخلهاش معاي بحيس ان انا اقلل تمام? لما اقلل لما اقلل عدد الفيتشورز اللي عندي هنا لما اقلل هنا عدد الفيتشورز في الحالة دي هاوصل الى تمام? طيب ولكن في عيب هنا ايه العيب? ان انا في مهمة فقدتها في ممكن تكون مفيدة عندي ولكن بس انا فقدتها هتقول اه انت فقدتها بس المودل بتاعك بقى افضل هقولك اه بقى افضل بس برضو يعني انا فقدت معلومات مهمة جدا هنا خاصة بمشكلة بتاعتي اوكي? فدي العيب بتاعها. الحل التالت منسميه رجلاليزيشن. ايهو رجلاليزيشن? عشان نفهم ايهو رجلاليزيشن. افترض ان انا عندي الهايبوسز بتاعتي بالشكل ده. ده الهايبوسز بتاعتي. اللي هي بتكون من تو فيتشرز. ودي تفاني احنا بتعمل جوناليزيشن. صح? طيب. ولكن لو انا عندي هيبوسز بتعمل اوفرفيتنج. الهايبوسز دي بتعمل اوفرفيتنج. هل في طريقة? هل في طريقة? احول بيها الهايبوسز من الشكل ده? طبعا هنا هتلاحظ هنا ان الشكل فيه مبعاجات كتير. فيه كتير جدا شايفها? فيه كتير. هل فيه طريقة اقلل بها دي? يعني هل فيه طريقة اخلي الهايبوسز اللي بالشكل ده تكون قريبة من الشكل ده? هيجي واحد يقول لي اه يا دكتور ازاي? هيقول لي عشان احول. الهايبوسز دي. الى الهايبوسز دي. كل اللي هتعملها يا دكتور هتخلي الدابلو سري بزيرو. ولما تخلي الدابلو سري بزيرو. وتخليلي الدابلو فور بزيرو. هتحصل لي على الهايبوسز دي بشكل اجزاكت لي. تمام? يجي واحد تاني يقول لي لا استنى خلي بالك. خلي بالك. ما بدل ما ترغيلي الاكس سري والاكس فور. ممكن انت لو قللت تأثير الاكس سري والاكس فور لو قللت تأثيرهم. هتخليلي ده يقل. وتجيبلي احسن من الموديل ده. هيجي واحد يقول لي كلام منطقي. يعني لو قللت تأثير اكس سري والاكس فور. ممكن احصل على موديل زي الموديل ده او افضل منه. طب ازاي ان اقلل تأثير الاكس سري والاكس فور. هتقول لي بسيطة خلي قيمة الدابليو سري قيمة صغيرة جدا. يعني مش زيرو ولكن قريبة من الزيرو. وخلي الدابليو فور برضو قيمتها قيمة صغيرة جدا. فبالتالي انت حافظت عليهم ولكن قللت التأثير بتاعهم. فممكن نحصل على موديل بالشكل ده. اوكي. فممكن نحصل على الموديل الجديد اللي هو باللون الموف ده. لما خدنا الدابليو سري والدابليفور الاثنين قيمة صغيرة جدا. في الحالة دي واضح ان هو بيعمل جراليزيشن ولا? واضح جدا ان الموديل الجديد ده بيعمل جراليزيشن. والفلاكشويشن اللي فيه مالها. اقلب كتير جدا من الموديل الاصلي بتاعي اللي كان بيعمل لي تمام? اه. يبا انت لو قدرت تقليل قيم بعض البرامترز اللي في المثال بتاعنا هنا كان الدابليو سري هتقدر تعمل الجراليزيشن ممتاز. طيب ازاي نخلي الالجوريزم بتاعنا يقلل لتأثير بعض البرامترز? نحن نشوف ازاي. هو واحد بنقس الارو ازاي شباب? بنقس الارو ازاي? ازاي بنقس الارو بتاعنا? من خلال كوست فونكشن? صح? فكان مسلا في في الريجوريشن كان بيبقى عندي وان اوفر ام ساميشن هاف واي هات اي مينس واي اي سكوير وانا بحاول ايه? دايما بنحاول بنعمل صح? دايما نحن بنحاول نعمل المانوميزيشن يبقى بنمنميز قيم قيمة الكوست فونكشن يعني بنحاول نجيب افضل و وافضل بي دخل لي الكوست فونكشن دي اقل ما يمكن. يعني بحاول اخلي القيمة دي اقل ما يمكن. بحاول امنميز مين? القيمة دي اللي بجيب قيمة الدابلي والبي بجيب قيمة الدابلي والبي اللي تقلل لي الترم ده طيب في الاكزامبل احنا شوفناها من شوية كون احنا عايزين الدابلي و سري تكون قيمة صغيرة وهنا بجيب قيمة الدابلي و سري Law لازم برضو اضيفهم في المعادلة دي ماذا اضيف ترم له ال W3 وهضيف ترم لل وعايز قيم الدابلو ده في ايه مين? الدابلو ده التفاعل ده فيكتور. في الدابلو وان والدابلو والدابلو سري والدابلو فهنا كلهم موجودين هنا. لان الواي هات الواي هات اي دي عبارة ايه? زي ما درسنا قبل كده. ان الدابلو اي دي هي عبارة دابلو هو ده. دوت الاكس بلاس بي. يبقى الترم ده فيه كل الدابلو هات بتاعت. اللي هما الاربعة دول. بس انا عايز اضيف شرط كمان ان انا عايز اخلي قيمة صغيرة جدا. واخلي قيمة صغيرة جدا. فعشان كده اضيفنا ترم للدابلو سري وضيفنا ترم للدابلو فور. بس انا عشان اجبر اجبر الفونكشن دي تجيب لي قيم صغيرة للدابلو تلاتة او دابلو سري والدابلو فور. اعمل ايه? قل لك اضربهم في قيمة كبيرة. اواليكم مثلا تين ساوسنتس مثلا. اضربهم في قيمة كبيرة. فانت لما تضرب الدابلو سري في قيمة كبيرة جدا. والدابلو فور في قيمة كبيرة جدا. وانت بتعملي بتقلل. فالقيمة الكبيرة دي هتجبر اني تقليلها قيمة دابلو سري دي مالهة. صغيرة جدا. ليه لدي انت الرقم ده كبير. تين ساوسنتس عشب تلاف. عشان تخلي التيرم ده كله على بعض دي صغير. يبقى لازم دابلو سري دي مالهة لازم دابلو سري دي تكون صغيرة جدا. وعندك التيرم ده عشبت تلاف. عشان تخلي القيمة دي صغيرة يبقى لازم دي تكون صغيرة جدا. في الحالة دي انت بتجبر ان يخلي لك اقل ما يمكن. وضحت? وضحت? ممتاز. طيب. يبقى ازا بدأ ما كنا بنحط عشر تلاف بدأ ما كنا بنحط عشر تلاف. يبقى ازا انا عشان اقل القيم البرامتر بتاعتي اللي هي كانت والدابليو فور كان عندي هنا وان اوفر ام. بس الاول بعمل انا هطالف الطرفين بس عشان تبقى واضحة بالنسبة لك عشان ما تطلع بطش. طبعا بنعمل الطرفين. انا هكتبها برضو بشكل مفصل اكتر عشان حضرتك تكون فهمها. وانا وان اوفر تو ام. حندخل الهاف قوة يبقى. بارا وان اوفر ام. احنا كنا بنضرب الدابليو سري في قيمة كبيرة جدا. طب اي رأيك القيمة كبيرة جدا دي هنسميها لمضة. وكنا بنضرب الدابليو فور بقيمة كبيرة جدا. واحنا سمينا القيمة الكبيرة جدا دي بلمضة. طب لمضة دي قيمة كبيرة جدا. يبقى اكبر من الزيرو. كبيرة الادي ايه? كبيرة جدا جدا. طيب. يبقى ازا وهنا كان فيه هاف. يبقى ازا احنا ممكن ندخل الام دي جوه صح. يمكن نشيل الام من هنا وحط الام هنا. ام هنا. ام هنا. طيب. هنا كنا احنا عارفين احنا هنقلل الدابليو سري والدابليو فور. كنا عارفين انا عارفين دابليو سري تكون صغيرة جدا والدابليو فور كبيرة جدا. طب لو احنا بتكلم فاي داتا ستة تانية? هل احنا عارفين اي برامترز هنقلل قيمهم? قالك لا. اه. قالك يبقى ازا هنحاول ان احنا نقلل قيم كل البرامترز. هنقلل القيم مين? كل البرامترز. يعني دابليو ون معايا كمان. ودابليو تو معايا كمان. اوكي? في الحالة دي. في الحالة دي. هتوبقى شكل كوست فونكشن بتاعت شكلها ازاي? شكل كوست فونكشن بتاعت شكلها ازاي? هتوبقى منيمايزيشن. الكوست فونكشن. دابليو بي. وهنا ادي دابليو وادي البي. عبارة عبارة عن. ون. برضو خلينا نكتبه بالتفصيل اكتر. يبقى كزلك بنعمل منيمايزيشن. بنحاول نجيب افضل قيم للبرامترز دابليو كلهم. والبي. لي. وان اوفر. تو ام. سميشن. الاي من ون الى ام. واي هات اي مينس واي اي. كل سكوير. واحنا كزلك عايزين نقلل مين? عايزين نقلل دخلنا الام ببلامضة. اوفر ام. وان اوفر ام. بس اوفر ام. دابليو دابليو وان. كزلك دابليو اوفر ام. دابليو. ودابليو اوفر ام. دابليو سري. ودابليو اوفر ام. دابليو فور. صح كده? كل ده عايزين اقلله. طيب. هنا حاطين تو ام. في مشكلة لو حاطين هنا تو. ما فيش مشكلة لو حاطين هنا تو. طيب. ده اقدر اجمحهم مع بعضيهم. اه تقدر تجمحهم مع بعضيهم وتقول لي. لمضة اوفر تو ام صميشن. انا خدت اللمضة هنا كومن فاكتور. خدت اللمضة عام المشترك كومن فاكتور هنا. وخدت وخدت تو ام كومن فاكتور. يعني كان لما خدتهم كومن فاكتور. يببا ازان اقدر اشيل ده من هنا. واشيل ده من هنا. واشيل ده من هنا. تمام? وحطوهم في قص صغير مسلا. اعطوهم في قص صغير بالشكل ده. اللي هو اه يببا ازان الاربع تلمات دولة اللي هم عبارة عامين. للدبليو جي. والجي هنا بتاخد من كام? من ون الى فور. واحنا اتفاعل ان عدد الفيتشورز بتكون كام يا شباب. عدد الفيتشورز بتكون ان يعني في الحالة العامة يببا عدد الفيتشورز ان. يببا ازان هاشيل ده كله. هاشيل ده كله. واحطوا مكان والترم ده. يببا ازان دي الكوست فونكشن في حالة وبالتالي ايه هو هو عبارة عن تكنيك احنا بنستخدمه عشان نعمل يعني بنقلل قيم البرامترز. مين البرامترز? اللي هي لحادي طب واحد يقول لي يا دكتور ليه مخدتش البي? البي مش هتأثر معنا كتير. البي مش هتأثر معنا كتير. يببا ازان هو تكنيك نستخدمه عشان نعمل بتاع البرامترز في او في بتاعتي. وبالتالي يببا ازان ده شكل في حالة يببا ده في حالة طيب. تعال نشوف ونفهم في حالة اكتر. لأ دي دي مزبوطة يا رجين. ما فيش ما فيش تربية كده هي مزبوطة. الجزء ده مسؤول عن ايه? الترم ده مسؤول عن ايه? الترم ده اللي هو كان ده بيمثلك عشان نجيب احسن عشان نعمل تمام? يبدأ بنستخدمه عشان نعمل عشان تكون سيمتريك مع التربيع دي. اه برافو عليك. عشان اه التربيع هنا عشان نكون سيمتريك مع التربيع ده. اكي? برافو عليك. طيب الترم التاني الترم التاني ده بنسميه اللوز فونكشن دي بنستخدمها ليه? بنستخدمها عشان نعمل ولكن ده بنستخدمه ليه? بنستخدمه عشان نعمل لقيم البرامترز. تمام? لقيم الدبليو. شباب? وبالتالي واحد يسألني يقول لي ما ضفتش ليه البي يا دكتور هنا? ما ضفتش ليه البي هنا? البرامتر زي عندي قيم الدبليو والبي ليه ما ضفتش البي? لاقيوا ان البي مش بتأثر كتير. لاقيوا ان البي ما بتأثرش كتير. ففي بعض الكتب بتضيفها وبعض الكتب ما بتضفهاش لان البي ما لهاش تصير قوي. طيب. ومين لمضة? لمضة ده بنسميه الرجاليزيشن برامتر. واتفقنا ان اللمضة ده ما له اكبر من الزيرو. طيب. اللمضة دي بنختارها ازاي? قال لك بتحاول تختار اللمضة بحيس ان هي بتعمل بلانس بين الترمين دول. دايما بحاول نختار اللمضة بحيس تعمل بلانس بين الترمين دول. يعني يا دكتور? اه. دي نقطة مهمة. يعني يا تعمل بلانس بين الترمين دول. تعال نشوف لو خدنا اللمضة صغيرة جدا. لو خدنا اللمضة صغيرة جدا. خلي بالك هنا. لو انت خدت اللمضة. اه اشير شوية حاجات بس عشان شوف شوي. لو احنا خدنا اللمضة صغيرة جدا. يعني اللمضة تقول الى الزيرو. يبا الترمي ده كله ما له. الترمي ده كله ما له شباب. كأنه يعمل الى الزيرو. صح? يقول الى الزيرو. يعني انا كده حصلت على مشكلة ايه? اوفر فيتنج. صح? كده انا مش هقل القيم الدابليو. كده انا مش بقل القيم الدابليو. يبا كده حصلت على اوفر فيتنج. طب واحد تاني يقول انت لما تاخد الدابليو دي لارج نمبر. تمام? فهنا لو الدابليو صغيرة هاحصل على مشكلة الاوفر فيتنج. واحد يقول لي طبعا ناخد اللامضة دي لارج نمبر. اوكي? طيب انت لما تاخد الدابليو دي اللامضة كبيرة جدا. طيب انت لقيم الدابليو ايه اللي هيحصل لها? بتصغرها صح? بتصغرها. وكلما تزود اللامضة كلما قيم الدابليو بتصغر. وكلما تكبر اللامضة قيم الدابليو بتصغر اكتر واكتر واكتر. بالتالي لما تخلي الدابليو دي قيم جبيرة جدا. القيم دي مالها. هتفضل تصغر لحد ما تقول الى الزيرو صح? لحد ما تقول الى مين? الى الزيرو. طيب. وفي الحالة دي لو انا عندي بتاعتي بالشكل ده مسلا. واي هات اقوال دابليو وون اكس بلس دابليو تو اكس سكوير بلس دابليو سري اكس كيوب بلس دابليو فور مسلا. اكس بور فور بلس بي. طيب الدابليو وان دي تقول الى الزيرو. لو انا خدت اللارج اللامضة دي بقيمة فدي اصبحت تقول الى الدابليو وان اصبحت تقول الى الزيرو. يعني الترمي ده كله بيقول الى الزيرو. والدابليو برضو اصبحت تقول الى الزيرو. يبقى الترمي ده كله بيقول الى الزيرو. والدابلي سري بتقول الى الزيرو. يبقى الترمي ده كأنه بيقول الى الزيرو. وده وده بتقوله للزيلو يبقى كان التلم ده بقوله للزيلو يبقى الواي هات في الحالة دي مالها تقريبا تقول الى بي ده مشكلة ايه ده يديك اندر فيتنج يديك ايه اندر فيتنج صح؟ تعاني شوفها على الرسم وبالتالي لو انا اخترت اللمضة تقول الى الزيلو لو انا اخترت اللمضة تقول الى الزيلو يعني ده كله هيقول الى الزيلو يبقى حصلت على مين؟ حصلت على لان قيم البرامترز بتاعت كبيرة طب لو حصلت على لو حطت لمضة لما حطت اللمضة يعني كل قيم البرامترز بتاعت مالها؟ كل ما زود اللمضة كل ما صغر فيهم كل ما بصغر ايه؟ فيهم يعني بيقول الى الزيلو في الحالة دي يبقى ده هيقول الى ده هيقول الى الزيلو وده هيقول الى الزيلو وده هيقول الى الزيلو وده هيقول الى الزيلو يعني ده كله بيقول الى الزيلو يعني الواي هات تقريبا بتساوي مين؟ بتساوي البي فبالتالي هتحصل على خط بالشكل ده وده مشكلة مين؟ دي مشكلة الاندر فيتنج عشان كده بنقول بنحاول نختار ان اللمضة ما لها? نحاول نختار ان اللمضة بتعمل بينهم. تمام? اختارها قيمة صغيرة جدا ولا قيمة كبيرة جدا بحاول اجيب قيمة تعمل بين الاتنين. وبكده نكون النهاردة فهمنا يعني ايه يعني ازاي نحل مشكلة وازاي نحل مشكلة في النهاية زي مع العلم اجتمعنا في العلم والخير دايما نجتمعنا ان شاء الله. بالنسبة للمتحان المترم. المتحان المترم هيكون حتى نهاية محاضرة اليوم. المترم هيكون حتى نهاية محاضرة اليوم. الايجزام هيكون مكوّن من سيلي كويتشنز كويتشنز الاول او السؤال الاول هيكون اه من كزا نقطة السؤال التاني هيكون من كزا نقطة السؤال التالت هيكون والسي والسي وتقريبا سؤالين او تلاتة والسي وزنهم عشر درجات من عشرين وزنه خمسين في مئة من الانتحان يعني عشر من عشرين أتمنى لكم التوفيق شديه لكم وربنا يوفقكم إن شاء الله ونلتقي إن شاء الله بعد المتر في نهاية زي مع العلم اجتمعنا في العلم الخير دايما نجتمع إن شاء الله السلام عليكم